الطوافة مهنة اختص بها أبناء مكة المكرمة منذ مئات السنين والمطوفون أفراد توارثوا المهنة جيلا بعد جيل تعد هذه المهنة سمة شرف تمنح للعلماء والفقهاء من سكان مكة المكرمة الذين كانوا يستقبلون وفود الدول الإسلامية المختلفة ممن يفهمون لغاتهم وقديما عرفوا بأصحاب التقارير ويقصدوا بها التصريح الذي يخول الشخص للعمل مطوفا إذ يشترط على المطوف أن يكون ملما بالنسك وعلى دراية بلادعية صحيحة وفي ظل الدولة السعودية تطورت مهنة التطويف وأصبحت مهنة منحصرة لأبناء مكة المكرمة ويحصل المطوف على رخصة الطوافة وتصبح إرثا بعده لأولاده وبناته واليوم يوجد أكثر من 300 مطوف يعملون بشكل رسمي في إدارة شؤون الحرمين الشريفين وفي ظل ظروف جائحة فيروس كورونا لم تسلم مهنة الطوافة من الضرر فبعد قرار إقامة موسم الحج لهذا العام بأعداد محدودة ستغيب مهنة الطوافة هذا العام أيضا وتغيب معها همسات الأدعية والابتهالات ولن يتمكن المطوفون من خدمة ضيوف الرحمن كما هي العادة في كل موسم حج